تحديات موجودة؟ أيوة موجودة وأكتر بس مزاي اللي كان في تلاتين ستة وثورة أيام الثورة دي أيام لا تنسى يوم تلاتة سبعة اليوم الصعب اللي مر علينا ومتظرين اللحظات قلت مسالحة تعمل إيه؟ قدت مهلة يوم واحد قدت مهلة الأول أسبوع ثم المهلة الثانية يوم واحد ثم كان آخر مهلة خلاص كانوا عايزين بقى إيه؟ مرحلة أكتر ليه؟ عشان يخلصوا اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليه مش كانوا طلبوا من الجيش والفريق قالوا عفتاح السيسي طب دينا مهلة كم يوم بس كده شوية كان اليوم كم يوم شوية دول إقالت بقى وزير الدفاع والكذا والدخلية وإيه لي؟ وعمل بقى ده وكل سنة أنت طيب بقى بالسلام وعنده بقى اللي في ربعة ويلا إلحق روح اعمل بقى فجر الدنيا كلها ده اللي هو ده ولكن كان هناك إيه؟ حكمة حكمة وتصرف وقرار إنه خلاص تاخد مرسي كتاب وتعامل معاملة والله 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 ثلاث أيمان بالله سبحانه وتعالى على الهواء معاملة مرسي تعامل كرئيس ولم يتم إهانة محمد مرسي سعيس العياط رغم إهانته لكل الشعب إهان مصر كلها بالكامل ولكن تم احترامه ومعاملته لأنه خلي بقى لحضرتك في الآخر أنت يعني بتتعامل لأنه دي شرف العسكرية المصرية شرف العسكرية المصرية وأنا كنت بطلع أقول لحضراتكو بالضبط ومحدش الوقت اللي كان عارف بيعرف حاجة أنا كنت بطلع كل يوم أقول لحضراتكو الحاجات إيه ما كناش بنقول مكانه طبعا ما كانش ينفع أبدا ولكن كنا عارفين المكان ولكن معاملته اتنقل إزاي بيتقدم له إيه مين طالب يزوره كاترين أشتون كانت وقتها منسق لأعلى السياسة الخرجية للتحضر كنت بقول لكم الكلام ده وغير وغير وكنا بنقول كل يوم عشان الناس تبقى أيضا إحنا عارفين ثقاتنا في قواتنا مسلحة ولكن في ناس تانية كان بيعمل وليت التحريض اللي كان بتتمي ليله ونهار تبقى عارف وصلت لده إزاي النهاردة وصلت إزاي النهاردة تحتفل النهاردة تسع سنوات على أعظم ثورة في التاريخ تلاتين ستة شوف الجهد اللي حصل والبلد عملت إيه والنقلة اللي فيها مصر بعد ده دفعنا ثمن غالي آه بس تحملنا كانش عندنا حاجة عندنا داخلين على إفلاس وانهيار انهيار في كل حاجة اقتصادي وسياسي وعسكري وكل شيء كنا داخلين على انهيار بلد ستة رئيس ألف مرة إيه شبه دولة كانش فيه دولة كل واحد عايز حتة ياخدها نشر لك الإرهاب في كل مكان تفجيرات في كل حتة في اليوم يا جماعة كان بيبقى في السبعة والثمن عشر عمليات في اليوم الواحد عمليه هنا قم بيلي هنا واحد اغتيال هنا ضرب هنا هنا ادخل هنا اعمل ده كان فيه انفلات فين الكرم اللي ربنا ادهولنا اللي نحمد ربنا عليه رغم المتاعب ورغم التموين ورغم الزيت ورغم السكر ورغم الأسعار ايوه كرم ربنا ايه اسوى ايه اللي كنا فيه والنهاردة ولا حاجة ناس خاف تنزل من بيوتها تخاف على ولادك يروحوا مكان يتأخروا تبدأ تتكلم تقلع لانه كان الخرفان والميليشيات بتاعة مرسي منتشر في الشوارع تضرب وتقتل وتقطع الطرق ومظاهرات وغيره وتفجيرات في كل حتة ده اللي عملوا في البلد نسينا فاكرين الكهرباء محطات الكهرباء كل يوم عندك شركة كهرباء بتضرب المحطة الكهرباء بتضرب أبراء الكهرباء بتضرب ماذا ليه؟ عشان بيضربك عشان يديئك انت بوسات نقلعه يحطوا يرمي بتاع الزيت عشان الناس يحصلوا لها مشاكل وتكدس مش كده ده حتى ده حتى ما سابوش بلعات الصرف الصحي بيرمي فيها البتاع عشان بلعات عشان الناس يقول لك شفتوا مورتي هو مورتي عمل ايه؟ مورتي خارب المصر خارب مصر عمل ايه؟ ما عملش حاجة ما كانت يفكر في البلد كان يفكر فيكو في جماعته في تنظيمه في عصابته ازاي اخنو ازاي خلافة ازاي؟ ده اللي عمل مورتي يجي نهار ده قولك لو مورتي مورتي ايه؟ ده كويس ان احنا استحملها سنة ده ما عملش انجاز انجاز في اي ملف حتى ملف في الزبالة ما عملش فيه انجاز الحاجة الوحيدة راح وقف في حض امح ويحصدوا امح ده اللي عملوا الحاجة الوحيدة بنا طوبة ما بناش طوبة مصر طوبة ما تبنيتش مصر عملت ايه؟ خربت البلد دمرتها اخوان ايه؟ ملعونين اليوم الدين واليسانته ملعون اليوم الدين ربنا نصرنا تبقى فرحة انا بقولك اهو تبقى فرحة ربنا نصرنا ما تجيش تقول اصو ايوة وانا بقولك لأ افتكر افتكر الايام السودة ايام في كل حتة انا شايف الايام دي كلها قدامي قدامي عاشتها بالثانية كلها كل لحظة من 2011 ايه؟ وان مين؟ بلد حكومة عصابة فيه في العالم كده عصابة تحكم دولة لها تاريخ دولة عظيمة عندها شعب عظيم عصابة ارهابيين يحكمونا سمحنا لهم عشان ناس اتخدأت فيهم دي حكو عليك مش هو الزيت وسكر وانه هو دين دين بكلمك في القرآن كلمك دافع عن دين هو اللي شوه الدين ما جاش يوم كلمك في حاجة ايجابية ترجمة نانسي قنقر